طيب المنتخب الإيراني كان حديثا أيضا بالنسبة لصحافة العالمية حتى بشقيها سواء الرياضي أو حتى المتابع للأحداث العالمية وما يحدث في إيران من مظاهرات حاشدة وقوية للغاية تطالب برحيل النظام مع المباراة هنا المباراة جمعت بين كل من المنتخب الإيراني والمنتخب الإنجليزي بداية حضرتك من كنت تشجع في هذه المباراة؟ إنجليزي؟ لا محالي طيب إيران وأمريكا مشكلة يعني أولا أمريكا لنست فريق قوي ولا يعجبني أنا أداء بفريق الأمريكي بسراحة يعني إذا قلت مثلا البرازيل نحن مع البرازيل ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة نحن كشعوب لا نقبل أن يسيس الرياضة ولكن نرى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تفصل ما بين الرياضة وما بين السياسة نحن كشعوب لا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو وقفت أو تقاطعت في بعض الأمور مصالحها مع مصالحنا ولكن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تكرس الآن بقاء الدكتاتوريات الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد أن تفرط بحق الدولة الفلسطينية التي نسأل الله عز وجل أن يكون انتصارنا قادم فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تزود المتطرفين والإرهابيين والجمع تزودهم بالسلاح من أجل استثمارهم هذا من نشاهده الآن في شمال شرق سوريا بدعمهم لتنظيم قصد الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة حقيقية مع الشعوب العربية أرى حقيقة أنه لا يوجد أي تبرير من أجل أن تحكم العالم أن تستعدكم هذه الشعوب الأجندة السياسية إذا أردت أن تحيدها عن الحالة المجتمعية والحالة الرياضية يجب أن تكون لست معاديا للشعوب فريق الولايات المتحدة الأمريكية لا أظن أننا نتعاطف معه لسببين السبب الأول لأنه يمثل الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا مشكلة حقيقية كشعوب والسبب الثاني أنه فريق لم يبهرنا يوما ما ولا نشعر أنه يمكن أن يكون فريق نخسر إذا لم نتعاطف معه بالنسبة لإيران نحن مع الشعوب العربية نحن مع الشعوب المسلمة النظام في إيران نظام فان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر